عرف سواد العسل أهدل لحالك لي وصل إزاي أليل مكملة وكل دا فيك حصل مقطع شهير من أغنية أشهر لواحد من أهم الأفلام المصرية في حقبة المخلوع الراحل مبارك فساد وظلم وقهر ترحيب بالأجنبي إذلال وامتهان للمواطن المصري كانت هذه حكاية فيلم عسل إسود منذ أكثر من عشر سنوات بعد عشرية سوداء تحت حكم السيسي لا زالت مصر على عهدها بمن يعيشون في داخلها بتلبس لهم الوش الخشب بل وتضربهم به وتحبسهم وتفقرهم ومن رفع صوته واعترض واجهه أو واجه مصيره المحتوم قتلا أو حبسا أو هجرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا ولكن تغير الحال كثيرا على القادمين إلى مصر من الخارج مصريون كانوا أو أجانب اوعى ترجع كريمة ماتت خليك عندك كلنا عايزين نجيلك كانت هذه عينات قليلة من ردود على سؤال مواطن مصري في الخارج أراد العودة إلى وطنه فسأل شعبها محتاج مرتب كام عشان أعيش حياة كريمة في مصر الرجل حاصل على الدكتوراه راتبه في مصر بعد الزيادة الأخيرة لن يتعدى سبعة ألاف جنيه ما يوازي 233 دولار ولا حاجة للمقارنة مع ما يحصل الآن نظام حول مصر إلى بلد طارد للكفاءات يهاجر نصف الأطباء إلى الخارج ترتفع أعداد الهجرة غير الشرعية نحو سواحل أوروبا ترتفع نسبة العمالة المصرية في دول الخليجي وليبيا ودول أخرى تسجل أرقام المسجلين في برامج الهجرة الرسمية إلى أمريكا ارتفاعا غير مسبوق ويحذر المصريون في الخارج أصدقاءهم أو في الداخل أصدقاءهم من العودة إلى هذا السجن الكبير إوعى ترجع شعار المرحلة وعنوان العشرية السوداء لحكم عبد الفتاح السيسي فمن خرج أو أخرج منها فقد نجى العاقبة لمن يحاول اللحاق بهم من داخل مصر ترجمة نانسي قنقر